السلام عليكم متابعين الكرام متابعي قناة أخبار العراق طبعا أغلبكم متفاجئين بهذا الخبر العاجل اللي يقول بشرة سارة قبل ساعة نشرنا لكم خبر غير سار للموظفين والمتقاعدين طبعا هذا كله بسبب التناقض اللي دي وصلنا من الوزارات ومن الحكومة العراقية فإحنا نعتذر منكم بسبب التناقض بالأخبار واللي هو أصلا مو بسببنا بسبب الحكومة فلذلك جانا خبر المالية تزف بشرة للموظفين والمتقاعدين بشئ الرواتب أيلول كشف مصدر في وزارة المالية العراقية اليوم السبت عن تأمين رواتب شهر أيلول سبتمبر الجاري بالكامل لدى الوزارة وقال المصدر أن رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر أيلول هي مؤمنة بالكامل من خلال توفر السيولة المالية وأضاف المصدر أن التأخر بصرف الرواتب يعود إلى مشاكل فنية بتقنية تحويل الأموال من البنك المركزي إلى حساب الوزارات ومؤسسات دوائر الدولة بالمصارف وأشار المصدر إلى أن المصارف ستبدأ بإطلاق وصرف رواتب الموظفين بنهاية الأسبوع الحالي من خلال إرسال إشعاراً للمالية إلى المصارف المعنية بإطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين وحسب كلامهم يكابد العراق لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين منذ أشهر جراء تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل الجائحة متابعين الكرام اللي هنا وصلنا نهاية الفيديو نتمنى من الجميع الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات على الكل حتى توصلكم أهم الأخبار العاجلة أول بأول ولا تنسوا تحقوا لاك للفيديو حتى الفيديو يصعد بشوفها أكبر شريحة من الناس ويستفادون منه وشوفكم بالفيديو الجاي في أمان الله